إلى جدة وصل وزير الدفاع الأمريكي أشتن كارتر في مهمة ليست بالسهلة فعلى عاتقه ألقت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مهمة التهديئة من روع حلفاء واشنطن في تل أبيب والرياض من أن الاتفاق النووي الذي سيمهد لعودة إيران إلى الحاضنة الدولية لن يزعزع العلاقات المتينة للبلدين مع الولايات المتحدة يتحدث المسؤولون الأمريكيون عن محادثات يجريها كارتر في جدة تتناول التعاون في مجالات الدفاع الصاروخي والأمن البحري والمعلوماتي بينما يخد المقربون من السلطات السعودية في التفاصيل كاشفين عن نية الرياض بحث شراء منظومة دفاعية صاروخية أمريكية ضد الصواريخ الباليستية بسبب قلقهم من الترسانة الصاروخية الإيرانية بيد أن وزارة الدفاع الأمريكية سبق وأكدت أن زيارة كارتر لن يتخلى لها الإعلان عن أي صفقات عسكرية جديدة إذ لم يمضي شهران على إماطة الوزارة اللي ثام عن عقود تسلحية مع كل من السعودية وإسرائيل بقيمة تقارب الملياري دولار لكل منهما ولكن هل ينجح كارتر في احتواء قلق الرياض وتلأبيب؟ لا تبدو المسألة محسومة إذ كشف كارتر بعيد لقائه الملك السعودي سلمان عن زيارة يجريها الأخير إلى واشنطن في الخريف المقبل أما في إسرائيل التي استهل كارتر جولته فيها فقد كشفت تسريبات الإعلامية المحلية عن توتر كبير شاب لقاء كارتر برئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أحد أبرز الأصوات المناهضة لاتفاق النووي مع إيران ولم يكن كارتر المسؤولة الأمريكية الوحيد المكلفة بتسويق الاتفاق مع إيران فوزيراء الخارجية جون كاري والطاقة إرنست مونيز اللذان شارك في المفاوضات النووية في فيينا سيحملان الدفوعهما المتعلقة بالاتفاق إلى مجلس النواب حيث سيسعيان خلف الأبواب المغلقة لإقناع المشرعين بالتصديق عليه لكن رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر تعهد في المقابل ببدل كل ما في وسعه للحيلولة دون تمرير الاتفاق ويبدو الجدل الذي يثيره الاتفاق النووي الموقع في فيينا عصيا على الاندثار بعد أيام على إبرامه إذ سارع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إلى رفض المقترح الغربي بتمديد العمل بملف العقوبة الأممية على إيران لخمس سنوات إضافية مجلس الأمن حدد بوضوح المدة الزمنية للاتفاق بعشر سنوات سيصار بعدها إلى إغلاق ملف إيران بالكامل إذا قرر أي طرف من المجموعة السداسية إصدار قرار جديد يعيد فرض العقوبات بعد انقضاء هذه المهلة فإن هذا يعد انتهاكا لاتفاق فيينا لكن الجدل الذي يثير الاتفاق لم يخفي الهرولة الأوروبية للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يفتحها حيث انضم وزير الخارجية الفرنسي إلى قافلة الوزراء الأوروبيين المجدولين لزيارة طهران على رأس وفد من رجال الأعمال الفرنسيين